اشتركوا في القناة الى اسطنبول مساء اليوم جمعة لاتمام انتقاله الى نادي غرطة صاري الدولي المغربي سوفين الرحيمي يقترب من التعاقد مع فريق جديد في صفقة انتقال كبيرة لمجاورة نجوم العالمة اعضاء مصاريه الجانب يتفاعلون بخيبة امل كبيرة مع انتقال ياسين بونو لنادي الهلال السعودي رابح محسن متولي لاعب اتحاد طنجة نزاعاته السابقة لدى فريقي السابق راجاء الرياضي لدى غرفة النزاعات تابعة للجامعة الملك المغربية لكرة القدمة وبعت الراجاء الرياضي ملزما بتسديد مبلغ 427 مليون سنتيم الى بعبه السابق محسن متولي ومعلوم ان الراجاء الرياضي يعيش على وقع ازمة النزاعات اذ باتت ادارة الندي مطالبة بحل جميع النزاعات من اجل رفع المنى من التعاقودات الصيفية كشف التقارير الصحفية ان الدول المغربي حكم زياش لاعب شيسر انجليزي سيحط رحاله في المدينة التركية اسطنبول تمهيدا لاتمام صفقة انتقاده الى نادي غلطة صرعي وافضت الصحيفة التركية بان زياش سيصل الى اسطنبول مساء يومه الجمعة من اجل التعاقود مع غلطة صرعي بعد نجاح اختباراته الطبية في السياق الانتقالات الصيفية الجارية وكان نائب رئيس نادي غلطة صرعي ايردون تيمور قد اكد عدم وجود اي مشاكل في الفحوصات الطبية التي تسبق عملية انتقال الدول المغربي حكم زياش صوب النادي ثوركي حيث اشرت الى ان الثقارير الصحفية اكدت ان انتقال زياش سيكون مجانا حيث سيوقع الدول المغربي زياش عقدا يحمل بموجبه قميص نادي غلطة صرعي التركي حتى عام الفين وستة وعشرون يرغب نادي الشباب السعودية في ضم الدول المغربي السوفي الرحيمي حيث بشرت اتصالاته مع اللاعب وفارقه العي الإماراتي من اجل ايجاد صيغة توافقية ينتقل بها الدول المغربي من البطولة الإماراتية الى البطولة السعودية خلال ميركاتو الصيف الحالية ومفاوضات جارية الان بين النادي ووفق المصادر المقربة من النادي العين حيث يبدل النادي السعودية جهده من اجل اجمام صفقة دم رحيمي وتعزيز خط هجومه بمهاجم هدف استطاع ان يكون على مبارز في البطولة الإماراتية منذ انضمامه للنادي العين في صيف 2021 وتوجه صوفيان رحيمي لاعب الدول المغربي في نادي العين الإماراتي لكرة القدم بجائزة افضل لاعب في الدول المحلي لموسم الرياضي الاخير 2022-2023 تفاعل الاجانب مع متابعي كورا العالمية مع انتقال النجم المغربية سينبونو الى النادي الهلال السعودي والانتقالات الصيفية الحالية قادما من اشبيريا واستقبل اجانب خبر انتقال بونو الى الدول السعودي بخيمة امل كبيرة خاصة بعد تألقه الكبير الذي ظهر به مع اشبيريا والمؤشرات الايجابية التي كانت تعزز احتمالية انتقاله الى فريق كبير وتفاعل الاجانب مع انتقال بونو الى النادي الهلال بحسرة اذ كتب احدهم اخر اضع مصارها وعلق اخر الدول السعودي ضم كورا العالم وقرر بونو انهاء تجربة في اوروبا واللحاق بباقي النجوم الذين اختاروا السعودي منتقلا الى الهلال مقابل 22 مليون يورو وارتبط مع ازرق لمدة 3 مواسم كاملة اكد المدير رياضي لنادي فيورونتين دانيلي براد ان الدول المغربي سفيان امربط سيبقى في الفريق حال عدم توصله بعرض مناسب خلال فترة انتقالات صيفية وتحدث باردي في الندوة الصحافية عن مستقبل لعب الدول المغربي امرابط قائلنا الوضع واضح بالنسبة سفي الامربط في الملكات الصيفي انه يريد الذهاب الى النادي كبير ونسعى لارضائه لكن اذا لم يحصل على عرض مناسب فانه سيبقى معنا خلال الموسم القادم واتم حديثه بالقول ليست لدينا لعب مثله داخل الفريق وكانت اندي سمورشي سير يونيتد وليفر بول الاقرب للدفر بخدمة النجم المغربي خلال الايام الاخيرة لكن بسبب الراتب المرتفع الذي يطالبه نادي فيورونتينا في اللاحب ما يصل الى 30 مليون يورو هو السبب وراء عدم انتقال النجم المغربي لحد الان الى اي فريق لان ادارة فيورونتينا لا ترغب في ان تتنازل عن الطلب ببيع اللاعب المغربي باقل من 30 مليون يورو شكرا على فصل المشاهدة لا تسرع الشراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد اخبار المغربية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر �هanti ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة